أكد الوزير الإسرائيلي من حزب اليكود زئيف إلك أن اللقاءات التي تجمع بين المسؤولين الإسرائيليين والروس مصيرية بالنسبة لأمن إسرائيل وردا على الانتقادات التي وجهت إلى توقيت الاجتماع بين نتنياه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إلك إن إسرائيل تشهد منذ حوالي السنة معركة انتخابية وأنه لا يمكن تأجيل التعامل مع مسائل هامة تخص أمن الدولة